موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيديكم الأبطال الصف الأول الأعدادي عاملين إيه؟ وحاستوني جدا جدا نورين معنا في نور سكولة كلمة يلا بينا نشوف بقى النهاردة هناخد مع بعض إيه؟ النهاردة هناخد مع بعض فرع من فروع اللغة العربية اللي هو النصوص النصوص الأدبي النصوص دي حاجة جميلة جدا والنهاردة كمان هناخد نص جميل جدا اللي هو بعنوان كن بل سمن نص تحفة للشاعر إليا أبو مود تعالوا كده نعرف هناخد ايه مع بعض؟ أول حاجة طبعا احنا متعودين على الأدوات اللي بنجيبها ونحطها جنبنا زي ايه؟ زي الكتاب المدرسي، دفتر اللغة العربية تابلت أو موبايل إضافي والأقلان تعالوا كده نشوف ايه أهداف الدرس ده أصلا الدرس هنا أهدافه أول حاجة أن يقرأ الطالب النص قراءة جهرية سليمة تاني حاجة أن يقرأ الطالب أهمية العطاء آخر حاجة أن يكتب الطالب بعض الصور الجمالية في النص طب تعالوا نشوف أهم المعاني اللي ممكن تواجهنا في النص ده أول معنى بلسمن بعد كده أرقمن أرقمن بعد كده علقمن علقمن وآخر حاجة معاني هي الغيث الغيث ايه رأيت الفيديو؟ الفيديو جميل جداً بيتكلم عن أهمية التسامع أهمية أن انت كده يبقى قلبك صافي ونقي ومش فارغ معاك أو بتسامح كل اللي ممكن يكون يأذيك قد ايه ده شيء كويس وجميل طب قبل ما نبدأ بقى في النص تعالوا كده نشوف مع بعض التعريف بالشاعر يلا بينا مع بعض نشوف تعريف بالشاعر الشاعر بتاع النص قنبل ثمن هو إليا أبو مودي تاني اسمه إيه؟ اسمه إليا أبو مودي طب يلا بينا نعرف شوية معلومات عنه إليها أبو مودي هو أحد شعراء المهجر تاني أحد شعراء المهجر طب حد كده هيسألني يقول لي ايه هم شعراء المهجر دول؟ هقول لي من شعراء المهجر دول انت هتعرف عنهم معلومات بعد كده لما تكبر وتبقى في سنة ولد عام 1891 ميلادياً ولد في لبنان تاني ولد فين؟ في لبنان ثم انتقل إلى الأسكندرية وبعد كده هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتوفي عام 1957 ميلادياً تاني عام 1957 ميلادياً طب ايه هي أهم أعماله؟ أهم أعماله تذكار الماضي، الجداول، الخمائل، تبر وتراب، والغابة المفقودة ودي أهم المعلومات اللي لازم نعرفها عن الشعر أعمال كتير جداً، ممكن تبقى تبحث عنها زي ما انت عايزي أهم حاجة عندنا النص ده انه هو دراسة، يعني مش علي ان انا احفظه، بس هو نص جميل جداً ولازم اتعلم اتقرأه صحة عشان كده هتعمل سكان الفيو أركود اللي هيظهر قدامك، وهتسمع النص ده وهو بيتقال بطريقة صحيحة، وهتسمعه كمان في صورة انشودة جميلة جداً هتعجبك تخليك تحفظ النص، وأنا مستميك ولأن شرب الميا بيساعد على التركيز، دوز بوز، أروح اشرب ميا وتعالى بسرعة، ما تتأخرش رجاء تاني ونورتني، يلا بنا بقى نمسك النص ده نفصصه كده واحدة واحدة، ونبدأ نتكلم عنه أول بيت عندنا في الأبيات هو قنبل ثمن إن صار دهرك أرقماً، وحلاوة إن صار غيرك علقماً ده أول بيت عندنا، تعال نشوف أهم معاني المفردات، أول حدا بلسماً يعني متفائلاً أصلاً البلسم هنا يعني الدواء، إن أنت تكون دواء شافي، بس هو هنا مش قصد أن أنت تكون دواء يعني لا، هو هنا قصد أن أنت تكون متفائل، مبتسم دائماً، مهما كان العمر أو الدنيا أو حياتك مليئة بالأزمات والصعوبات أرقماً يعني مليئة بالأزمات والصعوبات، بس هي أرقم أصلاً معناها إن حياتك مليئة بالتعبين، بس هو هنا مش قصده يعني فيش حد في حياته تعبين، هو قصد الأرقم هنا معناه مليئ بالصعوبات والأزمات بعد كده عندنا علقماً يعني حاقداً، مهما قابلت في حياتك حد حاقد ومدائي بالزبط كده، ما ينفعش إن إحنا نكون كديين، لازم نكون متفائلين، والتفائل ده بيعود علينا بصفات حلوة جداً زي ما شفنا في الفيديو الأول، إن أنت بتقدر تبقى متسامح وشايف الدنيا كلها جميلة، دي نتيجة إن أنت تكون متفائل وقلنا إن هو هنا أرقماً مش معناها التعبين، معناها مليئاً بالأزمات والصعوبات اللي بيقابلها في حياته وعلقماً هنا يعني حاقداً، بس هي المراد بيها حاقداً، حاقداً، المراد بيها حاقداً، لكن هي معناها إيه أصلاً علقماً؟ هو نبات الحنظل، النبات ده مر جداً، شبه يعني هو شبه إن أنت ممكن تلاقي غيرك صعب جداً بالحاجة المرة لما تاكل حاجة مرة، مفيش إنسان بيستحمل ياكل حاجة مرة طيب تعالوا كده مع بعض نشوف أهم مواطن الجمال اللي ممكن تكون ولهتنا في البيت ده أول حاجة كن بالثمن، هنا بي يعني هنا فعل إيه؟ كن بالثمن، فعل؟ ها أحسن دي بمبونية جميلة بتقول كن هنا فعل أمر يبقى هنا ده أسلوب أمر، كن بالثمن أسلوب أمر، طب إحنا قلنا بالثمن هنا مش معناها دواء، مش معناها الدواء اللي بنشربه أما المعناها إيه؟ قلنا إن هو معناها متفائل، كن متفائل، يبقى هنا التصوير، لا مش التصوير ده، تصوير هنا إن هو صور الشخص أو الإنسان بالدواء الذي يشفي، بعد كده عندنا صار دهرك أرقماً، هنا الأرقم هنا قلنا نتكلمنا عن الثعبان، بس هو هنا فيه حاجة اسمها إن حياتي كلها تبقى تعبان؟ لا، هنا صور الحياة أو العمر صورها بإيه؟ أو الدنيا صورها بإيه؟ صورها بالثعبين وده بيدل على شدة الأزمات اللي بيواجهها الإنسان في حياته بعد كده اسمع معي كده صار دهرك، صار غيرك، حسيت بإيه؟ ها؟ ومن دول فيه بينهم إيه؟ تحس كده إن فيه إيقاع موسيقي تطرب له الأذن زي ما تكلمنا قبل كده في النصوص إن النصوص أصلاً بتقوم على إيه؟ بتقوم على إن يبقى دايماً ودني كده مبسوطة وهي بتسمع الكلمات من كتر ما هي شبه بعض وزي إيه كمان؟ زي أرقماً وعلقماً اللي اتنين تحسوها من نفس النطق كده ومتشابهين من بعض فبتعمل إيه؟ بتعمل تناغم موسيقي طيب عندنا حلاوة وعلقماً حلاوة يعني حاجة حلوة وعلقماً قلنا الشيء المر بالضبط كده أحسنتم فيه بينهم تضاد والتضاد ده بيعمل إيه؟ بيبرز المعنى ويوضح يبقى بين حلاوة وعلقماً تضاد كده يبقى إحنا خلصنا أول بيت طيب يا زر قدامنا دلوقتي الثلاث أبيات هتوقف الفيديو وهتقرأ الثلاث أبيات دول بإسلوبك طيب لو فيه كلمة مش عارفة تقرأها أو فيه إسلوب يعني فيه بيت أنا مش عارفة تقرأه صحة هعمل إيه؟ هرجع للنشيد اللي كان موجود في الأول خالص اللي أنا عملت لكم عليه QR code هتلاقي فيه طريقة النطق الصحيحة تسمعها كويس وترجع تقرأ النص دين خلصنا كراءة الثلاث أبيات دول تعالى بقى نشوف إيه المعاني اللي ممكن تكون صعبة في الثلاث أبيات دول أول معنى عندنا تجزى تجزى الغيث الغيث المطرنمة المطرنمة قصهم قصهم هرامل إيه بقى في المعاني دي هنبحث عنها في كوجة يعني ممكن توقف الفيديو تروح تبحث عنها طب هبحث عنها ليه؟ علشان إحنا اتفقنا مع بعض إحنا اتفقنا مع بعض إن النصوص أنا بشرح مثلاً أول بيت وبقولك إن أنت ممكن تشرحه إزاي بعد كده من خلال معاني المفردات وإنت بعد كده بتيجي تشرح إنت البي بإسلوبك وبطريقتك زي ما أنت عايز طب في حاجة أنا مش عارفها ممكن تكتب لي تعليق وأنا أرد عليك بالشرح زي ما أنت عايز طيب تعالوا بقى نشوف إيه اللي موجود في الثلاث أبيات دول من مواطن جمال لو خلنا بقى هنا هنلاقي إن في كزا جملة تلات جملة بينتهوا بعلامة استفهام بينتهوا بإيه بعلامة استفهام إسلوب الاستفهام ده بيبرز المعنى ويوضحه بيخليه كده عندك تشويق هو السؤال ده إجابته إيه؟ يبقى الثلاث أبيات دول فيهم إسلوب استفهام طيب غير بقى إسلوب الاستفهام في الثلاث أبيات دول أو ثلاث جملة اللي فيهم إسلوب الاستفهام اللي هيزهروا قدامنا على الشاشة ايه بقى اللي فيهم ان في التلاتة دول بيشبههم بالانسان اللي بيعطي دون مقابل ودون حاجة للشكر يعني ايه يعني هنا بيقول الغايف الغايف يعني المطر هنا الشاعر بيتكلم عن بيقول بيقولك انت ايه لما بيقولك كن بالسمن بيقولك ان الغايف المطر المطر لما بيتساقط عنين او بينزل من السمن في حد المطر ده بيكون مستني حد يقوله شكرا يا مطر لأ طبعا طيب حاجة تانية الزهرة الزهرة لما بتطلع في الحديقة مثلا وتبقى ريحتها جميلة جدا وشكلها جميل اول ما تشوفه كده تبقى عايز تقطفها بس ما بتقطفهاش طبعا عشان ده حرام فالزهرة دي لما بتطلع بتكون مستنيه حد يقولها شكرا يا زهرة ان انت جميلة ورحتك حلوة وفواحة وجميلة لأ طبعا حاجة كمان البلبل لما العصفور اللي احنا عارفينه لما بيبقى بيغني بصوت جميل انت لما تسمعه تتبسط قوي وتبقى مرتاح وعايز تكمل وعايزه يكمل هو كمان وانت بقى مركز معاه قوي بيكون هو مستنيك تقوله شكرا ان انت اطردتني بصوتك بردو لأ ان انت تكون محسن في حياتك مش محسن اللي هو حد اسمه محسن لا ان انت تكون عندك احسان بتدي لكل الناس بدون شكرا وبدون ما تكون محتاج حاجة بيصور لك ده بايه بالمطر لما بيسقط ومش بيبقى مستني مقابل بالظهرة لما تفتح وتبقى رحتها حلوة وبردو مش بتكون مستنيها يكون لها اي مقابل والبولول وهو بيغني بصوت جميل وبردو مش مستني اي مقابل طيب حسن كده ان انتوا بدأتوا تزهقوا طيب يلا بينا نحل شوية التدريبات ونرجع تاني هنعمل سكان للكيو اركود اللي هزهل قدامنا عالشاشة هنحل التدريبات ونرجع انا مستنيها اجهت تاني ونورتوني يلا بعشن ناخد اخر 3 ابيات موجودين معانا في المصر زي ما احنا متعودين في الابيات اللي فاتت هنوقف الفيديو وهنقرأ الابيات كراءة صحيحة طيب معرفناش هنرجع للانشودة اللي كنا سمعناها في الاول خالص ولو معرفناش خالص خالص انا نستنياكم لو عندكم اي سؤال ونقرأها مع بعض طيب ايه اهم معاني المفردات اللي هنبحث عنها قيما ونيرا قيما ونيرا تعال نشوف بقى ايه هن يا مواطن الجمال اول حاجة يا صاح اول ما اقول يا صاح يعني يا صاحبي يا صاح هنا ده اسلوب ايه صاح صاحك هنا معي يقولوا هنا ده اسلوب ايه احسنتم ده اسلوب نداء واسلوب النداء بيبقى غرضه ايه غرضه التنبيه ان انا عايزة ايه انبهك لما جندح عليك باسمك ان انا نبهت ان انا هقولك على حاجة مهمة جدا بعد كده علم المحبة علم المحبة دي فيها ايه تخيلوا كده فيه علم اسمه علم المحبة يعني فيه علم عندنا زي علم الاحياء والكيميا زي علم اي حاجة اي علم علم اللغة العربية علم الاداب فيه علم كتير جدا احنا بندرسها فيه حاجة اسمع علم المحبة يعني فيه علم بيعلمنا ازاي نحب مثلا لا خلص يبقى هنا ده تصوير صور الحب او المحبة بالعلم النافع الحب او المحبة ان انت تبقى بتحب حد من باباك مامتك مثلا اخوك كل ده بيصوره لك بايه بانه هو علم نافع هيفيدك بعد كده بعد كده اني وجدت الحب علما قيما ايه بقى الجمال فيه الشاطر اللي احنا قلناه ده الجمال هنا ان هو بيصور الحب بايه بالعلم الذي يفيده صاحبه نفس تقريبا معنى علم المحبة هنا الشاطر ده بيفيد ايه هنا صور ايه صور الحب بالعلم المفيد صور الحب الذي يطلقاه الانسان بالعلم الذي يفيده طيب بعد كده عندنا ايه يغضو الكوخ قصرا نيرا هنا عمل ايه يغضو الكوخ قصرا نيرا هنا الكوخ الكوخ اللي احنا عارفين اللي هو بيبقى صغنون ده هل انت مثلا ممكن تلاقي الكوخ ده قصر مرة واحدة او مثلا حاجة كبيرة كده مرة واحدة زي اللي احنا شايفانها دلوقتي الكوخ الصغنون ده يبقى زي القصر الكبير ده لا طبعا يبقى هنا تصور تصور ايه تصور الكوخ بالقصر الكبير المنير ده في حالة ايه لما يكون في حالة حب يعني ايه برضو الكنان ده يعني الانسان لما يكون عايش في قوخ بس حابب حياته وحابب الناس اللي عايش معاها كأنه عايش في قصر ده بالضبط التصوير انه هو صور القوخ بالقصر للانسان الذي يجيد الحب بعد كده عندنا يمسي الكون سجنا مظلما لما يكون فيه ان انت كراهية وان انت بغضاء وحاسس دايما ان انت كاره اللي عيشة وكاره الناس اللي عيشة معاك بيتحول ايه القون الكبير ده كله بيبقى عامل زي السجن المظلم مهما عملت انت حاس ان انت في سجن نخرج من ده كله بايه ان انت ما ينفعش تكون زعلان ما ينفعش تحس ان انت كاره كل حاجة لازم تكون عندك تفاؤل ولازم تكون حابب الحياة اللي انت عيشها بعد كده عندنا لا تطلبانا محبة تم نجاهل هنا ده اسلوب انا عملها من كده يبقى ده اسلوب ايه احسنتم اسلوب نهي غرضوا ايه غرضوا الحس والنصح والارشاد تاني غرضوا ايه الحس والنصح والارشاد يبقى غرض هنا اسلوب النهي الحس والنصح والارشاد طيب تعالوا كده معايا نتكلم عن ايهما افضل اني وجدت الحب ولا اني عرفت الحب ها اني افضل هتقول لي اني وجدت الحب طيب هقولك ليه ايهما افضل ولماذا ده سؤال متحان على فكرة ولازم نركز فيه قوي اني وجدت الحب هنا بتبينك ان اليقين انت متأكد قوي ان انت خلاص لقيت الحب يقين وجدت هنا الفعل ده بيأكد ان انت وجدت فعلا الحب موجود في حياتك طيب ايهما اجمل ولماذا تاني لا تطلبن محبة من جاهل ولا لا تطلب محبة من جاهل لو خدنا ملنا هنا في لا تطلبن هنلاقي هدي نون توكيد يبقى طبعا لا تطلبن محبة من جاهل هي الافضل ليه عشان خاطر دي بتؤكد ان انت ما ينفعش بتؤكد اسلوب النهر ان انت ما ينفعش تطلب محبة من واحد ما يعرفش يعني ايه اصلا محبة طيب تعالوا كده نفكر مع بعض في صورة كيو ار كود يعني ايه يعني هنعمل سكان على الكيو ار كود دي ونفكر ونرجع تاني انا مستني في جاهزة تاني ونورتوني حكمة النهار ده بقى تتكلم عن الدرس اللي احنا كنا فيه ده كله اللي هو ايه كن متفائل كن بلسما تفائلوا بالخير تجدوا يعني كل من ده ماشي تقول لا ان شاء الله ده خير ان شاء الله ما يحصلش حاجة وحشة ان شاء الله ما فيش حاجة هتتعكر مزاجي مثلا حتى لو ده حصل وحش فربنا مقدر ان ده يحصل تفائلوا بالخير تجدوا طيب كده احنا خلصنا مع بعض درس النهار ده ففيه تدريب بسيط كده هنعمل له اسكان هنعمل اسكان للكيو ار كود دي هنحل التدريب اللي على الدرس ده ونرجع تاني انا مستنيت في جاهزة تاني ونورتوني طيب يلا بينا بقى نشوف ايه اهم الحاجات اللي اطلعنا بيها من نص النهار ده اول حاجة دعوة للتفاؤل والتسامة اول حاجة خالص كان بيتكلم عن هو بيدعونا للتفاؤل والتسامة بعد كده عطاء بلا مقابل لما كنا بنشاهد به الانسان بالغاية والزهرة والبلبل بعد كده التمسك بالحب ونبذ القراهية وده شفناه في اخر التلات ابد كده اني بقى خلصنا مع بعض درس النهار ده اللي هو بعنوان كنبل سمك ونكون خلصنا درس شايق جدا وحلو جدا عجبني اوي انا شخصيا عجبني جدا بصراحة وكده نكون خلصنا مع بعض واشوفكم على خير درس جديد الى اللقاء نتمنى من كل قلبنا الحصة تكون عجبتك وبنقولك ما تنساش تحلل الكوز اللي في المصادر وكمان تقيم الحصة تحت في التعليقات منتظرينك في اللايف في حفظ الله